ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيق وإذ زين لكم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني كار لكم فلما تراهد الفئتان نجص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أغامى لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يطول المنافقون والذين في قلوبهم إن رب الله هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يقربون وجوههم وأدبارهم وهو عذاب الحديق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بغلاب للعبيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس أما بعد فإن ربنا جل جلاله قد نادانا بوصف الإيمان ووجه إلينا بعض الأوامر والنواهي المتعلقة بالجهاد والقتال في سبيله وقال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين أمرنا ربنا جل جلاله إذا كنا في قتال في سبيل الله وواجهنا فئة كافرة أن نتحلى بالثبات فلا نجبل ولا نخور ولا نفر ولا نولي الأذبار وأمرنا كذلك بأن نذكره ذكرًا كثيرًا في ذلك الموطن وأمرنا جل جلاله بأن نصبر وأن نطيعه وأن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم ونهانا عن النزاع بمعنى الشقاء والخلاف وبيّن أن ذلك النزاع يترتب عليه الفشل وذهاب الريح ثم يقول جل من قائل ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرًا هذا من باب عطف النهي على النهي عطف الإنشاء على الإنشاء ولا خلاف بين علماء اللغة في أنه يجوز عطف الخبر على الخبر وعطف الإنشاء على الإنشاء وإنما الخلاف بينهم في جواز عطف الإنشاء على الخبر أو الخبر على الإنشاء والصحيح أن ذلك كله جائزٌ سائغ ومنه في القرآن قول ربنا جل جلاله على لسان آزر والدي إبراهيم عليه السلام لَإِنْ لَمْ تَنْتَهِي لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيَّا فقوله لَإِنْ لَمْ تَنْتَهِي لَأَرْجُمَنَّكَ هذا خبر ثم قوله وهجُرْنِي مَلِيَّا هذا إنشاء ومنهم قول حسان بن ثابتٍ رضي الله عنه تُنَاغِي غَزَالًا عند باب بن عامرٍ وَكَحِّلْ مَآقِيكَ الْحِسَانَ بِإِثْمِ لِي فقوله تُنَاغِي غَزَالًا عند باب بن عامرٍ هذا خبر وقوله وكحِّلْ مَآقِيكَ الْحِسَانَ بِإِثْمِ لِي هذا إنشاء الله جل جلاله ينهانا يقول لنا يا معشر المسلمين لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا بطرا منصوبة على أنها مفعول لأجله أي من أجل البطر والرياء أو منصوبة على أنها مصدر واقع موقع الحال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم حال كونهم أشرين بطرين وهؤلاء هم أبو جهل ومن معه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر ومعه أصحابه وتحتم القتال حين جاء أبو جهل ومن معه قريش أرسلت عمير بن وهب الجمحي من أجل أن يحرز القوم يعني من أجل أن يتجسس على المسلمين ويقدر عددهم فجاء عمير بن وهب فنظر إلى المسلمين ثم رجع إلى قومه من المشركين فقال لهم القوم ثلاثمئة يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا قالوا له اذهب فانظر ثانية قال أذهب فأنظر أللقوم كميل أو مدد ربما يقول هناك مدد يأتيهم أو كمين ما رأيته فذهب وطافا بناحية الوادي وأبعد ثم رجع إليهم فقال ليس للقوم كمين ولا مدد ولكني رأيت المنايا تحمل البلايا نواضح يثرب تحمل الموت الناقع والله لا يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم فإن قتلوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعدئذ يعني هذا الرجل رضي الله عنه وكان إذاك كافرا أجر الله على لسانه هذه الكلمات التي فتت في عبد المشركين قال لهم هؤلاء المسلمون ثلاثمئة ولكن لن يموت منهم واحد إلا بعد أن يقتل منكم واحدا يعني على الأقل أنتم ستخسرون ثلث جيشكم فهنا قام حكيم بن حزام ابن خويل رضي الله عنه ومشى إلى عُتبة بن ربيع المخزومي وقال له يا أبا الوليد إنا قد خرجنا من أجل أن نحمي العير وقد نجت ولا خير لنا في قتال محمد وأصحابه وإن القوم لا يطلبون محمدًا إلا بدم بن الحضرمي وهو حليفك وابن الحضرمي يعني به عمرا الذي قُتل في سرية عبد الله بن جحش وقد مر معنا خبرها في سورة البقرة عند قول ربنا جل جلال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في رجب من السنة الثانية من الهجرة اختار ثمانية من أصحابه من المهاجرين وهم عامر بن ربيعة وعتبة بن غزوان وعكاشة بن محصن وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسعد بن أبي وقاص وسهيل بن البيضاء وخالد بن البكير وعبد الله بن جحش وجعله أميرًا عليهم جعل عبد الله بن جحش أميرًا على تلك السرية التي لا تتعدَّى ثمانيةً وأعطى عبد الله بن جحش كتابها وأمره أن لا يفتحه إلا بعد أن يسير يومين اثنين فلما فتح الكتاب بعد مسير يومين وجد فيه أمراً عسكرياً صارماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له انطلق حتى تأتي بطن نخلة ونخلة وادٍ بين مكة والطائف فامكث هناك وترصد لنا خبر قريش وتعلم أنباءهم ثم أتني ولا تكرهن واحدًا من أصحابك فلما قرأ الأمير هذا الأمر العسكري قال لأصحابه السبعة الذين معه من شاء منكم أن يمضي فلعل الله يرزقه شهادةً ومن أحب أن يرجع فقد نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أستكره أحدًا منكم فما رجع منهم واحد والحمد لله رب العالمين فذهبوا رضوان الله عليهم في رجب حتى وصلوا إلى بطن نخلة بين مكة والطائف لماذا أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المكان البعيد لأنه عليه الصلاة والسلام بعد قريته العسكرية علم أن قريشًا بدأت تحتاط لعيرها وقوافلها وأنه لا يصلح أن يتعرَّض لهم المسلمون من قريب وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج قبل ذلك في جماد الأولى من أجل أن يدرك عير أبي سفيان وهي التي سميت بدرًا الأولى فأفلتت منه العير فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل تلك السرية الجاسوسية إلى مكان بعيد من أجل أن تأتيه بالأخبار ذهب القوم رضوان الله عليهم فجاءت قافلة صغيرة لقريش فيها رجلٌ يقال له عمر بن الحضرمي ومعه رجالٌ آخرون وبعض العير فلما رأوا عبدالله بن جحش ومن معه وهم لا يعرفونهم توجَّسوا منهم خيفةً لكن عكاشة بن محصن رضي الله عنه أشرف عليهم برأسه الحليقة فاطمأن القوم وقالوا هؤلاء عمارٌ لا بأس عليكم منهم يعني هؤلاء ناس جاءوا إلى العمرة فاطمأنوا فبدأ الصحابة فيما بينهم يتشاورون قالوا لو أنَّا تركنا هؤلاء فليُفلِتُنَّ منكم وَلَيَمْتَنِعُنَّ بالحرم يعني سيذهبون عنكم ويدخلون في الحرم فلا نستطيع قتلهم فماذا يتشاورون ثم بعد ذلك استقر رأيهم على قتلهم فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمر بن الحضرمي بسهمٍ كان فيه حدفه ثم أسروا رجلين ثم استاقوا العير ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متى كان ذلك؟ كان في آخر ليلةٍ من رجب وتعلمون بأن رجباً شهرٌ حرام فها هنا أرجف المشيقون وأزبدوا وأرعدوا وأثاروا دعاية ضخمةً ولقلقةً بأن محمدًا وأصحابه قد استحلوا الشهر الحرام لما رجع هؤلاء الصحابة بالأسيرين والعير إلى النبي عليه الصلاة والسلام غضب صلى الله عليه وسلم وقال ما بهذا أمرتكم ولا لهذا أرسلتكم وتبرأ عليه الصلاة والسلام من فعلهم ولامهم الصحابة لوماً شديداً حتى ظن القوم أنهم قد هلكوا فأنزل الله عز وجل هذه الآية مبيناً أن الصحابة قد أخطأوا وارتكبوا جريمةً واحدة في مقابل أربع جرائم قد ارتكبها المشيقون قال جل من قائل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير هذا خطأ وكبير من الكبائر قل قتال فيه كبير ثم عد جرائم المشيقين فقال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام أي كفر بالله وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل الفتنة أي الشر ولذلك قال عبد الله بن جحش رضي الله عنه تعدون قتلاً في الحرام عظيمةً وأعظم منه لو يرى الرجد راشد صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله رائم وشاهد وإخراجكم من مسجد الله أهله لألا يرى لله في البيت ساجد فإنكم وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد سقينا من ابن الحضرمي رماحنا ببطن نخلة لما أوقد الحرب واقد دمًا وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القيد قائد فقام أبو جهل عدو الله لما جاءه حكيم بن حزام وقال له إني قد واطأت عثبة بن ربيعة وعمير بن وهب على أن نرجع فإنه لا خير لنا في قتال محمد قال أبو جهل انتفخ والله سحره وقد خشي على ولده يعني أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة رضي الله عنه فإنه كان مع المسلمين فثم بعد ذلك حرّض عامر بن الحضرمي على أن يقوم صارخا وأن يطلب ثأر أخيه فقام عامر بن الحضرمي وكشف عن رأسه ثم صرخ وعمراه وعمراه فغلت الدماء في العروق وثارت الحرب وقال أبو جهل لعنه الله والله لا نرجع حتى نرد بدرا فننحر الجزور ونشرب الخمور وتعزف علينا القيان فلا يزال العرب يهابوننا الله جل جل جلاله صوّر ذلك المشهد في هذه الآية فقال لنا يَا مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنْ خَرَجْتُمْ لِلْقِتَال فَاخْرُجُوا مُتَوَضِعِينَ لِلَّهِ مُتَذَلِّلِينَ مُتَخَشِّعِينَ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ تُرِيدُونَ الدَّارَ الْآخِرَةِ ولذلك أيها الأخوة الكرام علَّمَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغزو ليس سواء فقال عليه الصلاة والسلام الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك ولم يبغي الفساد في الأرض فإن نومه ونبهه أجر كله يعني الإنسان الذي يخرج بهذه الشروط الخمسة خرج ابتغاء وجه الله وأطاع الإمام أي القائد وياسر الشريك أي كان هيناً ليناً مع شريكه في الدابة أو شريكه في الخيمة في السكن ونحو ذلك وأنفق الكريمة أنفق من كريم ماله طيبةً بذلك نفسه ولم يبغي الفساد في الأرض فهذا الإنسان نومه أجر وانتباهه أجر فإن نومه ونبهه أجر كله وأما من غزى رياءً وفخراً وعص الإمام وأظهر الفساد في الأرض فإنه لا يرجع بالكفهة ولذلك يقول لنا وَلَا تَكُونُوا يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ كَأُولَئِكَ الْكُفَّارِ الْفُجَّارِ أبي جَهْلٍ وَمَنْ مَنْ مَعَهَ هو التكبر عن الحق وَلِيَاءَ الْنَاسِ خَرَجُوا مِنْ أَجْلِ الْمُرَاءَةِ وَالْمُفَاخَرَةِ وَرِيَاءَ الْنَاسِ ثُمَّ الْوَصْفُ الثَّالِفِ ما أَبْشَعَهَ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ خرج هؤلاء صداً عن سبيل الله عز وجل يصدون أن يصدون الناس عن سبيل الله وسبيل الله جل جلاله الطريق الموصلة إليه إلى رضوانه وكلمة السبيل أيها الإخوان في القرآن كما مضى معنا الكلام تذكر وتؤنث فمن تذكيرها قول ربنا جل جلاله وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وقبلها وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً أو بعده وأما تأنيثها ففي قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني والجزاء من جنس العمل لما خرجوا يصدون عن سبيل الله صد الله وجوههم ولذلك قال أهل العلم أفخر بيت قالته العرب ما قاله حسان عليه من الله الرضوان وفي بئر بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد يعني حسان يفتخر بقومه الأنصار يقول يوم بدر صد الله وجوه أولئك الكفار وكان في الجنود المقاتلين معنا جبريل خير الملائكة ومحمد صلى الله عليه وسلم خير البشر وفي بئر بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد خرجوا من ديارهم بطر ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط بكل ما يعملون الله جل جلاله كان عالما مطلعا محيطا ثم يقول جل من قائل وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ زَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ قَوْلُهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَإِذْ زَيَّنَ بَدَلٌ مِنْ إِذْ التي مرَّت معنا مراراً في هذه السورة وَإِذْ زَيَّنَ زَيَّنَ بِمَعْنَى حَسَّنَ جَعَلَ تِلْكَ الْأَعْمَالَ زَيِّنَةً حَسَنَةً جَمِيلَةً في أعينهم وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ والأعمال التي يزينها الشيطان أيها الإخوان على أربعة أنواع لا خامس لها الأول أعمال الجوارح كالزنا والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل هذه يزينها الشيطان ويجملها فهذا نوع النوع الثاني أعمال اللسان كالكذب والغيبة والسب واللعن والشتم والنطق بالكفر والباطل هذه أعمال اللسان يزينها الشيطان ثم النوع الثالث العزم المصمم على الشر العزم المصمم على الشر هذا فعل يؤاخذ الله به العبد ويدل على ذلك الحديث الذي في الصحيحين عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتله صاحبه فالله جل جلاله آخذ هذا الإنسان بعزمه المصمم بعزمه الأكيد على إيقاع الشر لما كان حريصا على قتل صاحبه صار بمنزلته سواء صار بمنزلته سواء ومنه أيضا حديث أبي كفشة الأنماري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن ووحدثكم حديثا فاحفظوه ما لقص مال من صدق وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاد الله بها عزا وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وإنما الدنيا لأربعة نفر إلى أن قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتق ربه ولا يصل رحمه فهو بأخبث المنازل إنسان عنده مال لكنه جاهل لا يتق الله ولا يعمل في هذا المال برضوان الله فماله وبال عليه في الدنيا والآخرة طيب والآخر رجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان ذلك الخبيث قال عليه الصلاة والسلام فهما في الوزر سوا انتبهتم أيها الناس أما الهم الذي يقع في القلب الخاطر الذي يصرفه الإنسان سريعا فالله جل جلاله لا يؤاخذ العبد به بل قد يأجره لو عمل بضده ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات إلى أن قال ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة لأنه تركها لله ومنه قول الله عز وجل إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فينا نزلت بني سلمة وبني حارثة وما يسرني أنها ما نزلت فإن الله تعالى قال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا وتلك وصمة عار لأن الله وصفهم بماذا بالفشل بمعنى الجبن لكنه قال بعدها والله وليهما أثبت ولايته لبني حارثة وبني سلمة رضي الله عليهم فالمقصود أيها الإخوان بأن الأعمال الذي يزينه الشيطان للعباد على كم نوع على أربع النوع الأول أعمال الجوارح من المعاصي والآثام النوع الثاني أعمال اللسان من الكذب والسب واللعن وما إلى ذلك النوع الثالث العزم المصمم على فعل الشر ثم النوع الرابع التروك جمع ترك أن يترك الإنسان ما أمره الله عز وجل به وكما يقول العلامة الشيخ محمد الأمين رحمه الله قال تاج الدين السكي لم أجد في القرآن ما يدل على أن الترك فعل سوى آية في سورة الفرقان وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فهجر القرآن سماه الله عز وجل فعلا لأنه قال اتخذوا والاتخاذ التناول والتناول فعل قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله ولم يظهر لي هذا الوجه لكنني وجدت في القرآن موضعين يدلان على أن الترك فعل على أن الترك فعل وذلك في قول ربنا جل جلاله في سورة المائدة لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإفم وأكلهم السح لبئس ما كانوا يصنعون فسمى ربنا جل جلاله ترك النهي عن قول الإثم وأكل السح صنعا والصنع فعل والموضع لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون فسمى ترك النهي عن المنكر فعلا ولذلك علماؤنا يرتبون على ذلك يقولون من كان عنده فضل ماء فمنعه إنسانا محتاجا إليه حتى هلك فإن الدية تلزمه زيلي ومين ديلي الموية مكتوعة لو أن إنسانا عنده ماء هذا الماء فاضلا عن حاجته إنسان آخر عطشان فأبى أن يعطيه حتى هلك تلزمه الدية مع أنه ما فعل شيئا وإنما ترك وإنما ترك واضح أيها الناس ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من هم يا رسول الله قال رجل كان عنده فضل ماء فمنعه ابن السبيل واضح أيها الناس ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطي منها ربي وإن منع منها سخط ورجل حلف على سلعة بعد العص أنه اشتراها بكذا وهو كاذب ومنه أيضا لو أن إنسانا عنده ماء يسقي به زرعة ففضل عن حاجته وجاره محتاج فأذى أن يعطيه حتى هلك زرعه فإنه يضمن يضمن قيمة ذلك الزرع الهالك ومنه أيضا لو أن إنسانا شقت بطنه وعند إنسان خيوط يمكن أن تستعمل في خياطة ذلك الجرح فأذى أن يعطيه حتى هلك فإنه يلزم ببيته وقص على ذلك فهذه أربعة يزينها الشيطان قال الله عز وجل وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم هكذا قرئت بالإضغام لكن القراءة المشهورة قراءة حفص بفك الإضغام وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم وذلك أن قريشا لما أرادوا أن يخرجوا من مكة حرسها الله خافوا من بني بكر بن كنانة بن وائل لإحنة وعداوة كانت بينهم فجاءهم الشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعش المذلجي ورضي الله عنه تعرفون قصة سراقة في طريق الهجرة وهو فارس معروف جاءهم الشيطان في صورة سراقة وقال لهم لا تخافوا من بني بكر بن وائل فإني جار لكم هذا الذي يحكيه ربنا في هذه الآية وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس لا غالب لكم اليوم من الناس أبدا لن تغلبوا أنتم منصورون مؤيدون ظافرون غالبون لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ومشى معهم قاتله الله إلى بدر فلما تراءت الفئتان أي رأت كل فئة الأخرى رأى المسلمون المشركين ورأى المشركون المسلمين كما قال ربنا جل جلاله قد كان لكم آية في فئتين تقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين فلما تراءت الفئتان نكاص لمعنى رجع الشيطان نكاص على عقبيه العقبين مثن العقب والعقب مؤخر القدم ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار نكاص على عقبيه أي رجع القهقر رجع الشيطان القهقر فلما قال له أبو جهل إلى أين يا سراق قال إني بريء منكم ما في بيني وبينكم علاقة إني بريء منكم هذه عادة الشيطان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين وكذلك يوم القيامة يقوم على منبر من نار كما قال ابن جرير رحمه الله بي تفسيره ويخطب فيهم تلك الخطبة العصماء يقول لأهل النار إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرتم ما عشرتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم حينها يمقط الكفار أنفسهم فينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوب نافال إلى خروج من سبيل طبعا لا خروج فها هنا الشيطان تبرأ قال إني بريء منكم إني أرى ما لا تروا ففعلا أبو جهل لأنه أبو جهل ما يعرف ما يرى على بصره غشاوة أما إبليس لعنه الله فإنه يعرف الملائكة وقد رأى جبريل عليه السلام على فرس وهو ينادي إخوانه الملائكة ويقول أقدم حيزوم فلذلك إبليس يقول لأبي جهل لكن أبو جهل ما يفهم قال لهم إني أرى ما لا تروا إني أخاف الله أي أخاف عذابه ونكاله إني أخاف الله هذا المشهد أيها الإخوان يصوره حسان عليه من الله الرضوال يقول سرنا إلى بدر وساروا لو يعلمون يقين الأمر ما ساروا دلاهم بغرور ثم أسلمهم إن الخبيث لمن والاه غرار وقال إني لكم جار فأوردهم موارد الردى بئس الشر والعار هذا صنيع إبليس بهم لكنه لما استيقن جلية الأمر قال لهم إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وقد مضى معنى أن العقاب سمي عقابا لأنه يكون عقب الذنب عقب الذنب الذي يستحق صاحبه به النكال والله شديد العقاب يقول الله عز وجل إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم إذ يقول المنافقون إما أن تكون بدلاً من قوله وإذ زين لهم الشيطان أو أن تكون في محل نصب بفعل مقدر واذكروا إذ يقول المنافقون المنافقون جمع تصحيح للمنافق مشتق من النفاق والنفاق كما مضى معنى الكلام مراراً مشتق من النافق وهو جرح اليربوع اليربوع دابة من دواب الأرض تحفر حفراً عميقاً وتجعل ظاهره رقيقاً فإذا رابه ريب يعني إذا شعر بخطر في باطن الأرض فإنه يدفع تلك القشرة الرقيقة برأسه ثم يخرج فكذلك المنافق ظاهره إسلام وباطنه كفر فسمي المنافق منافقاً اشتقاقاً من النافق أو اشتقاقاً من النفق وهو المكان الذي يجعل تحت الأرض للدخول والخروج لأن المنافق يدخل لإسلام من باب ويخرج من باب آخر يقول الله عز وجل إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم المنافقون قد عرفناهم وهم الذين يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر فمن الذين في قلوبهم مرض للمفسرين في ذلك أقوال ثلاثة القول الأول بأنهم المنافقون أنفسهم وإنما هو من باب عطف الصفات بعضها على بعض مثل ما قال ربنا عن المؤمنين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبله هذا من باب عطف الصفات ومنه قول الله عز وجل سبِّح اسم ربك العالى الذي خلق فسوى والذي قدَّر فهدى والذي أخرج المرعى ومنه قول القائل إلى الملك القرمي وابن الهمامي وليث الكتيبة في المزدحم فالقرم هو الملك وابن الهمام هو الملك وليث الكتيبة في المزدحم هو الملك فهذا من باب عطف الصفات بعضها على بعض هذا قول القول الثاني بأن الذين في قلوبهم مرض هم المشركون فلا مرض أعظم من الشرك لا مرض أعظم من الشرك فالقرآن الكريم قد دل على أن المرض نوعان والعياذ بالله مرض الشبهة ومرض الشهوة أما مرض الشبهة فكما قال ربنا عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وأما مرض الشهوة ففي قوله تعالى فلا تخضعنا بالقول فأطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولاً معروفا ثم القول الثالث بأن الذين في قلوبهم مرض هم الذين ذكرهم الله في سورة النساء حين قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا جماعة كان إيمانهم ضعيفا ما هاجروا وإنما بقوا في مكة فلما كان يوم بدر خرجوا مع المشركين فقتلوا منهم علي ابن أمية ابن خلف الجمح والحارث ابن زمعة ابن الأسود ابن المطلب وأبو قيس ابن الفاكه ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم والعاص ابن منبه ابن الحجاج السهمي وأمثالهم هؤلاء هم الذين عناهم الله بقوله في قلوبهم مرب جماعة أسلموا لكن إسلامهم ضعيف أبوا أن يهاجروا رضوا بأن يبقوا في مكة فلما كان يوم بدر خرجوا مع المشركين في صفوفهم وهم الذين قالوا هذا الكلام لما رأوا المسلمين قليلاً عددهم ضعيفةً قوتهم وهم ينظرون إلى من معهم من المشركين في كثرةٍ كافرة وقوةٍ وافرة فقالوا هذا الكلام قالوا غرَّ هؤلاء دينهم هؤلاء المسلمون خدعهم دينهم ظنهم بأنهم قادرون على الغلبة وأنهم ممكنون من النصر غرَّ هؤلاء دينهم قال الله عز وجل جواباً لأولئك المنافقين ومرضى القلوب ومن يتوكَّل على الله فإن الله عزيزٌ حكيم يقول إن محمدًا صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الله متوكِّلون وبالله وافِقُون وبدينه مُستمسِكون وبحبله مُعتصِمون والله جل جلاله الذي توكَّلوا عليه فأخذوا بالأسباب نظَّموا صفوفهم وشحَذوا هممهم وأعَدُّوا قوَّتَهم ثم فوَّضوا الأمور إليه هذا الإله المتوكَّل عليه جل جلاله عزيز عزيز بمعنى غالب عزيز حيث ما وردت في القرآن بمعنى غالب ومنه قول الخنساء الشاعرة المعروفة كأن لم يكونوا حمن يُختشا إذِ النَّاسُ إِذَّاكَ مَنْ عَزَّ بَزَّا كأن لم يكونوا حمن يُختشا إذِ النَّاسُ إِذَّاكَ مَنْ عَزَّ بَزَّا أي من غلب سلب من عز من غلب بز أي سلب والله عزيز أي غالب حكيم جل جلاله أقواله أفعاله أقداره لا تصدر إلا عن حكمةٍ بالغة لماذا؟ لأنه جل جلاله عليم بمآلات الأمور يعلم ما تأول إليه الأمور أما أنا وأنت فقد نصنع شيئاً نظنُّه غاية الحكمة وتمام الصواب ثم بعد ذلك يقول قائلنا يا ليتني فعلتُ كذا ويا ليته كان كذا ولو أني قلتُ كذا لو أني فعلتُ كذا كما قال القائل ليتَ شِعْرِي وَأَيْنَ مِنِّي لَيْتُوا إِنَّ لَيْتًا وَإِنَّ لَوَّا عَنَاهُ وَيقول الآخر أُلام في لو ولو كنت عالما بأعقاب لو لم تفتني أوائله يعني دائما الإنسان لأن علمه قاصر فإنه يقول لو كان كذا لكان كذا يفعل الفعل أو يقول القول ثم يندم عليه لكن الله جل جلاله عزيز حكيم يقول سبحانه إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض أرى هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ولو ترى الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم ولو ترى إذ يتوفى قرأها ابن عامل وحده بالتاء ولو ترى إذ تتوفى الذين كفروا الملائكة والتوفي أخذ الشيء وافيا كاملا والحقيقة العرفية والحقيقة العرفية تطلق التوفي على قبض الروح والتفريق بينها وبين البدن والله جل جلاله نسب التوفي إليه تارةً فقال الله يتوفى الأنفس حين موتها ونسب ذلك إلى الملك تارةً فقال قل يتوفاكم ملك الموت ونسب التوفي إلى الملائكة جميعاً تارةً كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا فالله جل جلاله هو المتوفي لأنه الآمن وملك الموت هو المتوفي لأنه المباشر والملائكة كذلك متوفون لأنهم يساعدون ملك الموت كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يجلسون من المحتضر مد البصر ويجلس ملك الموت عند رأسه يقول الله عز وجل ولو ترى يا محمد صلوات الله وسلامه عليه تلك الحالة إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم الوجه هو القبل ما يواجه به الإنسان غيره والأدبار هي الخلف وقال بعض المفسرين الأدبار أكرمكم الله وأعزكم هي الأستاه هي الأستاه جمع أست أي المقعدة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق ذوقوا عذاب الحريق للمفسرين رحمهم الله أقوال ثلاثة في هذه الآية الكريمة القول الأول وهو قول الحسن البصري رحمه الله بأن ذلك يكون يوم القيامة وهو خلاف ظاهر الآية لأن الآية تُخبر أن ذلك عند 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 النوت عند الوفاء طيب القول الثاني لأن ذلك خاصٌ بكفار بدر لأن ذلك خاصٌ بكفار بدر فإن الملائكة عليهم السلام كانوا يضربون أولئك الكفار كما أمرهم الله فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ثم يتبعون ذلك ضرباً بسياطٍ من نارٍ على وجوههم وأدبارهم تضرب ناراً في جراحهم وذوقوا عذاب الحريق هذا هو القول الثاني ثم القول الثالث وهو الذي يشهد له القرآن بأن الآية عامةٌ في الكفار جميعاً أي كافر والعياذ بالله عند الموت الملائكة تعذبه وهذا الأمر ذكروا ربنا في سورة الأنعام ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وكذلك في سورة القتال يقول الله عز وجل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم لهدى الشيطان سول لهم وأم لا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم وفي القراءة الأخرى والله يعلم أسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبر ما هذه عامة في الكفرة جميعا ولو ترى وجواب الشرط محذوف ولو ترى لرأيت أمرا فضيعا بشعا عظيما ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك أي ذلك العذاب وذلك الضرب بما قدمت أيديكم والسؤال أيها الإخوة الكرام هل المعاصي تكون باليد فقط المعاصي قد تكون باللسان كالكذب والكفر واللعن وما إلى ذلك والمعاصي قد تكون بالعين والمعاصي قد تكون بالبطن بأن يأكل الإنسان الرباء أو يأكل الحرام وقد تكون المعاصي بالرجل بأن يمشي الإنسان صادًا عن سبيل الله أو مقاتلًا في حزب الشيطان وقد تكون المعاصي أيضًا بالقلوب كالكفر والنفاق والغش والحسد وما إلى ذلك لكن دائماً القرآن ينسب الأفعال إلى اليدين باعتبار أن معظم الكسب بهما قال الله عز وجل أي ذلك العذاب وذلك الضرب بسبب ما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلامٍ للعبيد وبسبب أن الله جل جلاله ليس بظلامٍ للعبيد وها هنا سؤال فانتبهوا إليه بارك الله فيكم والجواب لا بد أن يكون منكم الله جل جلاله قال وأن الله ليس بظلامٍ للعبيد وفي آية أخرى قال وما ربك بظلامٍ للعبيد والظلام فعال صيغة مبالغة ونفي الكثرة لا تستلزم نفيا القلة يعني الله ليس كثير الظلم واضح لكن لم يتضمن ذلك نفي مطلق الظلم مثال ذلك لو قلت فلانٌ ليس بقتالٍ للرجال لا ينفي ذلك أنه قتل مرةً أو مرتين لو قلت فلانٌ ليس بضرابٍ للنساء لا ينفي ذلك أنه ضرب مرةً أو مرتين صح أما الضراب الذي يضرب في كل يوم طيب ها هنا قال وأن الله ليس بظلامٍ للعبيد للمفسرين أقوالٌ ثلاثة القول الأول بأن هذه آيةٌ مجملة قد فصلتها آياتٌ أخرى كقول الله عز وجل إن الله لا يظلم مسقالة زرًا وكقوله جل جلاله إن الله لا يظلم الناس شيئًا وكقوله جل جلاله ولا يظلم ربك أحدًا فهذه تنفي مطلق الظلم طيب القول الثاني أن صيغة المبالغة باعتبار كثرة العباد باعتبار كثرة العباد أو كثرة العبيد حين يقول وأن الله ليس بظلامٍ للعباد أو حين يقول ما ربك بظلامٍ للعبيد فإنما جيء بصيغةٍ مبالغة باعتبار كثرة هؤلاء العبيد أو هؤلاء العباد طيب القول الثالث وما ربك وأن الله ليس بظلامٍ للعباد باعتبار أن ذلك العذاب شديدٌ عظيمٌ مؤلمٌ فجاء نفي الظلم مبالغةً باعتبار شدة ذلك العذاب والمبالغة فيه هذه أقوالٌ ثلاثة ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلامٍ للعبيد الله جل جلاله يبين أن ذلك العذاب جارٍ على مقتضى عدله جل جلاله وأنه ما ظلمهم في ذلك شيئاً وإنما هو وفق عمالهم السيئة التي اقترفوها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا وأن يعلمنا منهما جهلنا وأن يذكرنا منهما نسينا وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأقراف النهار على الوجه الذي يرضيه عننا اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهداً لنا لا علينا واجعله في صحائف حسناتنا يومنا القاك اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفوراً لكم قد بُدِّلت سيئاتكم حسنات اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيِّدنا محمدٍ وعلى جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر